موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان شنت فصائل الجبهة الجنوبية في سوريا اليوم هجوما على مواقع تنظيم داعش الارهابي في منطقة حوض اليرموغ غرب درعة مستخدمة رجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وتمكنت من احراز اصابات محققة على مواقع الجماعات المتشددة كما سقط عدد من الجرحى وقتلين من علاصر الجيش الحر تأتي هذه العملية ضمن معركة نزع الخناجر التي اطلقتها فصائل الجبهة الجنوبية بداية الشهر بهدف استعادة البلدات التي سيطر عليها داعش مؤخرا اعلن قائد عمليات قادموني انه في العراق الفريق عبدالامير رشيد يارل ان قطاعات الشرطة الاتحادية حررت حي الهرمات الاولى في الساحل الايمن لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق المباني وتمكنت قطاعات الشرطة الاتحادية في العراق من تحرير شقق الهرمات بالكامل وتوغلت في الهرمات الثانية وتقترب مئات الامتار من حي السابع عشر من تموز والاقتصاديين قتل ستة اشخاص على الاقل واصيب عشرة اخرون في هجوم بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو وانفجرت السيارة المفخخة على مسافة قريبة من مقهى ايطالي يقعوا في شارع المقتض يؤدي الى القصر الرئاسي وسط مقديشو لقي احد عشر مهاجرا حتفهم وعد اكثر من مئتين وثلاثين اخرين مفقودين بعد حدثي غرق قبالة سواحل ليبيا بحسب ما افادت البحرية الليبية ومنظمات دولية نقلا عن ناجين وقال مسئول في الهلال الاحمر الليبي انه عثر على جثث عشر نساء وطفل على احد شواطئ الزاوية غرب طرابلس من دون تفاصيل اضافية ولم يعرف ما اذا كان هؤلاء يستقلون زورقا غرق مؤخرا قبالة الزاوية اعلنت وقالات تابعة للامم المتحدة ان الحرب الاهلية في جنوب السودان اجبرت اكثر من مليون طفل على الفرار الى الخارج فيما نزح مليون واربعمائة الف طفل اخر داخل هذا البلد ويشكل الاطفال اتنين وستون في المائة من اللاجئين الجنوب سودانيين البالغ عددهم مليون وثمانمائة الف لاجئ الذين استقروا في مخيمات للاجئين في اثيوبيا وكينيا واوغندا منذ اندلاع النزاع نهاية الفين وثلاثة عشر بحسب بيان مشترك لمنظمة الامم المتحدة للطفولة يونسف ومفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين قالت مجموعة ام تي ان الجنوب افريقية انها اتفقت على شراء 49% من ايراني النت لخدمات الانترنت من خلال خطوط الهاتف الثابت مقابل 40 مليون دولار واضافت الشركة انها ستستثمر في شكل اسهم وقروض لتسهيل تحقيق اهداف شركة الانترنت الايرانية على مدى السنوات الخمس المقبلة الى اللقاء اشتركوا في القناة